موسيقى السلام عليكم أعزائي طلبة الصف العاشر أهلا وسهلا بكم بدرس جديد من دروس الرياضيات وبعنوان حل النتباينات نتذكر أعزائي الطلبة ما يلي المتباينات الخطية بمتغير واحد هي عبارة رياضية بمتغير واحد وتحوي إحدى إشارات المتباينة التالية أصغر أو يساوي أكبر أو يساوي أصغر أكبر وتكتب بإحدى الصور التالية ألف سين زائد با أكبر أو يساوي سفراً وبالمثل أصغر أو يساوي سفر أكبر من سفر أصغر من سفر حيث ألف وبا هي أعداد حقيقية وألف لا تساوي سفراً إذن عزيزي الطالب عبارة رياضية بمتغير واحد المتغير هنا هو سين وقوته واحد أيضاً عزيزي الطالب حل المتباينة ما هو حل المتباينة؟ هو إيجاد قيمة أو قيم المتغير التي تجعل المتباينة صحيحة عند تعويض هذه القيم فيها نتذكر أيضاً خواص التباين أولاً المتباينة لا تتأثر بجمع أو طرح عدد حقيقي لطرفي المتباينة كأن نقول خمسة أكبر من اثنان فإن خمسة زائد ثلاثة ثمانية أكبر من اثنان زائد ثلاثة وهي خمسة نقارن ثمانية أكبر من خمسة أيضاً خمسة أكبر من اثنان فإن خمسة نقارن ثلاثة اثنان واثنان نقارن ثلاثة سالب واحد اثنان أكبر من سالب واحد إذن عزيزي الطالب المتباينة لا تتأثر بجمع أو طرح عدد حقيقي لطرفي المتباينة لا تتأثر أي أن إشارة أكبر بقيت أكبر وإشارة أصغر أيضاً سوف تكون أصغر الخاصية الثانية هي المتباينة لا تتأثر بضرب عدد حقيقي موجب بطرفي المتباينة كأن نقول اثنان أقل من أربعة فإن اثنان ضرب خمسة أقل من أربعة ضرب خمسة نعم عشرة أقل من عشرون أيضاً المتباينة لا تتأثر لا تتأثر ماذا نقصد لا تتأثر أي إشارة أصغر تبقى أصغر بعد الضرب بعدد حقيقي موجب لطرفي المتباينة الخاصية الرقم ثلاثة عند ضرب المتباينة بعدد حقيقي سالب فإنها سوف تتغير إشارة التباين كأن نقول عشرة أكبر من خمسة فإن عشرة ضرب سالب اثنين أصغر من خمسة ضرب سالب اثنين سالب عشرون أصغر من سالب عشرة إذن عزيز الطالب عند الضرب بعدد حقيقي سالب وهو سالب اثنان هنا فإن إشارة المتباينة تتغير كيف تغير أكبر أصبحت بعد الضرب بعدد حقيقي سالب أصبحت أصغر ننتقل إلى الخاصية رقم أربعة وعند قسمة المتباينة على عدد حقيقي سالب فإنها تتغير إشارة التباين كأن نقول عشرة أكبر من خمسة فإن عشرة قسمة سالب خمسة أصغر من خمسة قسمة سالب خمسة عشرة قسمة سالب خمسة سالب اثنان وخمسة قسمة سالب خمسة سالب واحد سالب اثنان أصغر من سالب واحد إذن عزيز الطالب هذه الخواص التباين ننوه أنها أيضاً تبقى صحيحة للمتباينة ذات المقارنة بين متغيرات أهدافنا المتوقع عزيز الطالب لهذا الدرس هي أن تحل متباينة خطية بمتغير واحد وأن توظف حل المتباينات الخطية في حل مشكلات حياتية نشاط رقم واحد السياحة الداخلية في فلسطين من مصادر الدخل عرضت شركة سياحة وصفر عروضاً للسفر في الصيف في العرض الأول يدفع الشخص مبلغ سبعين ديناراً وعشرين ديناراً عن كل ليلة يبيتها في الفندق وفي العرض الثاني يدفع الشخص مبلغ مئة دينار وخمس عشرة ديناراً عن كل ليلة يبيتها في الفندق درس أمين العرضين واختار العرض الثاني إذا أقام أمين في الفندق ليلتين فإنه يدفع مئة وثلاثين ديناراً كيف؟ أحسنتم أعزائي الطلبة العرض الثاني أنه يدفع مبلغ مئة دينار وخمسة عشرة ديناراً عن كل ليلة يبيتها فإذا الليلتين يدفع اثنان في خمسة عشرة ديناراً فيكون الناتج مئة زائد اثنان ضرب خمسة عشرة يسوي مئة وثلاثين ديناراً وإذا أقام أمين في الفندق خمسة ليالي فإنه يدفع أحسنتم فإنه يدفع مئة دينار زائد خمسة عشرة ديناراً عن خمسة ليالي فيكون المجموع مئة وخمسة وسبعون دينار وإذا أقام أمين في الفندق خمسة ليالي هل كان العرض الذي اختاره أفضل من العرض الأول؟ لنرى يجب أن نعمل مقارنة بين العرض الثاني والعرض الأول العرض الثاني يدفع الشخص مبلغ مئة دينار وخمسة عشرة ديناراً عن كل ليلة يبيتها في الفندق أما العرض الأول فإنه يدفع الشخص مبلغ سبعين ديناراً وعشرين ديناراً عن كل ليلة يبيتها في الفندق نقارن إذن العرض الثاني عن تسعة ليالي فإنه يدفع مئة دينار زائد تسعة ضرب خمسة عشرة أما العرض الأول فإنه يدفع سبعين دينار وعشرين دينار عن تسعة ليالي فيكون ناتج العرض الأول مئتان وخمسة وثلاثين دينار أما العرض الأول يكون مئتان وخمسين دينار إذن يكون العرض الثاني أفضل من العرض الأول لأن مئتان وخمسة وثلاثون أقل من مئتان وخمسين دينار نكمل ما أقل عدد ممكن من الليالي يقيم أمين في الفندق ليكون العرض الذي اختاره أقل تكلفة عدد الليالي مجهول سين تمثل عدد الليالي التي يقيمها أمين في الفندق إذن تكلفة العرض الثاني مئة زائد خمسة عشرة سين وتكلفة العرض الأول هي سبعون زائد عشرين سين حتى يكون أقل تكلفة أي تكلفة العرض الثاني أقل أو تساوي تكلفة العرض الأول أحباء الطلبة ماذا نسمي هذه الجملة؟ أحسنتم تسمى متباينة هذه الجملة هي متباينة هي مقارنة بين تعبيرين جبريين كم حلا صحيحا لقيمة سين؟ نعم حلول كثيرة سنتعرف على حل هذه المتباينة موسيقى إذن اثنان سين ناقص اثنان أقل من ثلاثة خواص التباين هي إضافة العدد اثنان لطرفي المتباينة فإن المتباينة لا تتغير إشارتها اثنان سين تصبح أصغر تبقى أصغر لأن عند إضافة العدد اثنان لا يغير من إشارة المتباينة فتصبح اثنان سين أصغر من خمسة نطبق حصائص التباين مرة أخرى بالقسمة على اثنان طرفي المتباينة هل يؤثر على المتباينة؟ نعم ده لا يؤثر على إشارة التباين فإن إشارة التباين تبقى أصغر إذن سين أصغر من خمسة على اثنان كيف نستطيع أن نكتب مجموعة الحل؟ هي كل الأعداد الحقيقية سين تنتمي لها حيث سين أصغر من خمسة على اثنان أمثل مجموعة الحل على خط الأعداد هذا خط الأعداد هو خط أعداد الحقيقية كيف نمثل مجموعة الحل على خط هذا الأعداد الحقيقية؟ خمسة على اثنين هي اثنين ونصف أين تقع اثنين ونصف؟ نعم بين الاثنين والثلاثة فتكون في هذا الموقع سين أصغر من خمسة على اثنين أي الحل يكون كل الأعداد التي تكون أقل من خمسة على اثنين إذن خمسة على اثنين لا تكون من ضمن الحلول فإذن نضع دائرة مفرغة كي نبين أن خمسة على اثنين هي ليست من ضمن الحلول فأين هي الحلول؟ هي جميع الأعداد الحقيقية التي تكون أقل من خمسة على اثنين نكمل الفترة التي تمثل مجموعة الحل إذن الفترة من سالب مال نهاية إلى خمسة على اثنين فتكون الفترة التي تمثل مجموعة الحل هي الفترة المفتوحة من سالب مال نهاية إلى خمسة على اثنين أتعلم عزيز الطالب يمكن كتابة مجموعة الحل على شكل فترة أو باستخدام علاقات الترتيب أكبر أو أصغر أو أكبر أو يساوي أو أصغر أو يساوي حسب هذا الشكل سؤال حل المتباينة ثمانية نائس ستة في السين أصغر أو يساوي اثنين باستخدام خصائص التباين الحل أطبق أيضاً خصائص التباين ثمانية نائس ستة في سين أصغر أو يساوي اثنين ما هي الخاصية المناسبة هنا؟ نعم هي طرح العدد ثمانية من طرفي المتباينة نائس ثمانية نائس ثمانية فينتج سالب ستة سين أصغر أو يساوي سالب ستة نطبق أيضاً خصائص التباين نعم بالقسمة على سالب ستة الترفين فإن إشارة المتباينة تنعكس فينتج سين أكبر أو يساوي واحد فهذا هو حل المتباينة فتكون مجموعة الحل عزيز الطالب هي الأعداد الحقيقية حيث سين أكبر أو يساوي واحد أو نكتبه على شكل فترة الفترة المغلقة نصف مغلقة واحد إلى ما لا نهاية نمثل الحل على خط الأعداد الحقيقية فيكون الواحد ضمن الحلول فنضع دائرة مغلقة فيكون الحل جميع الأعداد الحقيقية أكبر أو تساوي واحد الممثلة على ذلك خط الأعداد سؤال ما هي الأعداد الحقيقية التي ثلاثة أمثالها مضافا إليها العدد خمسة أكبر من العدد من ضعفيها؟ الحال نفرض أن العدد هو سين فثلاثة أمثاله هو ثلاثة سين وضعفي العدد هو اثنين سين نعبر ثلاثة أمثال العدد مضافا إليه العدد خمسة أكبر من ضعفيها أي أن ثلاثة سين زائد خمسة أكبر من اثنين سين نحل هذه المتباينة؟ نعم نقوم بتجميع المتغير سين فنحصل على سين زائد خمسة أكبر من سفر نكمل بطرح سالب خمسة من طرفي المتباينة فيصبح سين أكبر من سالب خمسة وهو حل المتباينة فإذا مجموعة الحل هي سين تنتمي لها حيث سين أكبر من سالب خمسة أو الفترة المفتوحة من سالب خمسة إلى المالة نهاية نمثل الحل على خط الأعداد الحقيقية فيكون سالب خمسة مفتوحة ومجموعة الحل كالتالي وننتقل الآن عزيز الطالب إلى المهمة التعليمية ونتمنى أن تقوم بحل هذه المهمة السؤال الأول حل المتباينة التالية اثنين في سين زائد واحد أصغر أو يساوي ثلاثة في سين نائس واحد السؤال الثاني ما هي الأعداد الحقيقية التي يكون مثليها مضافا إليه اثنين أصغر من ثلاثة وإلى هنا ننهي موقفنا التعليمي على أمل أن نلتقي بكم بموقف تعليمي آخر مع السلامة بأمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة